بضعة أيام متبقية لانعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة تسابق فيها السعودية والإمارات الزمن الأممي لمنع الشرعية من اتخاذ قرارات مستقلة تعبر عن سيادة اليمن وتحافظ على استقلاله السعودية وفق مصادر في الرياض تمارس الكثير من الضغوطات على الحكومة والسبب في ذلك هو تخوف المملكة من الخطاب المرتقبل الرئيس هادي الذي قد يقلب الطاولة دولياً على الإمارات ويضع السعودية في حرج عالمي كونها المسؤولة المباشرة أمام العالم عن التحالف العربي وتتحدث مصادر مقربة من الحكومة عن تهديدات للمسؤولين بالطرد من الرياضة كما يتوقع آخرون احتمالية منع هادي من الذهاب إلى نيويورك وإحلال رئيس الحكومة بديلاً عنه في حال رفضه التماهي مع الضغوطات السعودية بحسب المصادر فإن الضغوطات السعودية تنحصر في إجبار هادي على القبول بالجلوس مع المجلس الانتقالي قبيلاً عقاد الجمعية العامة الأمم المتحدة في السادس عشر من الشهر الحالي وترمي الرياض من ذلك إلى إضعاف موقف الشرعية أممياً حيث أن الحوار مع الانتقالي يعد اعترافاً به ككياناً سياسي ويمثل تصديقاً على وصف الرياض للمشكلة اليمنية بأنها خلاف داخلي وليس انقلاماً وفي ذات الوقت يتم تبرئة الإمارات من المسالة الدولية تاتي هذه الضغوطات السعودية في ظل السمرار الموقف اليمني على صلابته باشتراط الحوار مع الإمارات وليس مع وكلايها في عدن وهو الموقف المسنود شعبياً والذي لو استمر بنظر مراقبين ستغير الشرعية من المعادلة إقليمياً ودولياً لصالحها فضلاً عن أن تدويل انقلاب عدن هو من سينجي الشرعية من حفرة الموت الخليجية التي تعد لها